بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن ذكرنا في الدروس السابقة مما تكون الطهارة وذكرنا أن الطهارة تكون من الحدث ومن الخبث والحدث ينقسم إلى قسمين حدث أصغر يوجب الوضوء وانتهينا من هذا القسم وحدث أكبر يوجب غسلا وهو ما نتحدث عنه في هذه الوقفة الطهارة من الحدث الأكبر أولا تعريف الغسل الغسل بضم الغين الاغتسال وهو صب الماء على الشيء والمراد بالغسل في الشرع تعميم الماء على جميع البدن على وجه مخصوص بقصد التقرب إلى الله عز وجل فخرج بهذا التعريف من عم ما بدنه بالماء بقصد النظافة أو للسباحة أو للاستحمام فإن ذلك لا يعتبر غسلا شرعيا فالغسل الشرعي أن يقصد وينوي تعميم الماء على جميع بدنه على وجه مخصوص وبصفة مخصوصة سيأتي بيانها ويقصد بهذا الغسل التقرب إلى الله عز وجل ورفع الحدث عنه حتى يتمكن من فعل العبادات التي أمر بها موجبات الغسل موجبات الغسل عدة الموجب الأول خروج المني من مخرجه تفقا بلذة باحتلام أو غيره وهذا الموجب فيه قيود عدة قوله خروج فلا يجب الغسل حتى يخرج المني من مخرجه فلو حصل انتقال ولم يخرج المني فإنه لا يجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وقوله المني المني هو الماء الأبيض الثخين بالنسبة للرجل والماء الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة فإذا خرج المذي وهو ماء الرقيق أبيض لزج أو الودي وهو ماء أبيض تخين غير لزج فإنه لا يوجب الغسل فإذن لا بد أن يكون خروج المني قوله من مخرجه وهذا مخرجه المعتاد فإن خرج من غير مخرجه كما لو إن كسر سلبه فخرج المني لم يجب الغسل قوله دفقا بلذة قيدان في وجوب الغسل فإن خرج غير متدفق وبدون لذة فالراجح أنه لا يجب الغسل لأن ذلك يكون على شكل أو على هيئة مرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل أي خرج الماء دفقا بقوة وبلذة فإنه حينئذ يوجب الغسل وقوله باحتلام أو غيره الاحتلام يرى النائم في منامه شيئا فيخرج منه المني فهذا لا شيء عليه وهذا من الله عز وجل لا يضر حتى في صيامه لا يؤثر في صيامه وقد يكون في ذلك صحة للبدن وبغيره يشمل أمرين أحدهما جائز والآخر محرم فالجائز هو أن يأتي الرجل زوجته فيجامع زوجته فهذا هو الذي ذكر الله عز وجل أنه لا حرج على الرجل في ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا هو الأمر الثاني الذي قد يخرج أو يخرج الإنسان المني بطريقة غير شرعية أو ما يسمى بالعادة السرية أو أن يكون بالزنا عادنا الله وإياكم من ذلك فالطريقة الغير الشرعية هذه محرمة وأخص العادة السرية لأن هذه ظاهرة قد انتشرت بين كثير من الشباب وهذا الأمر له ضرره الطبي وله ضرره النفسي وله ضرره على المستقبل على مستقبل الشخص وحياته الزوجية وإقامة أسره فإن ذلك يؤثر عليه تأثيرا بارغا والرسول صلى الله عليه وسلم حينما وجه الشباب وجههم لحماية أنفسهم من هذه الشهوة وتقييد ثورة هذه الشهوة فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الأمر الموجب الثاني من موجبات الغسل تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي وقوله تغيب حشفة التغيب تغيب الشيء في الشيء معناه أن يختفي فيه وقول حشفة أصلية يحترز بذلك عن حشفة الخنثة المشكل فإنها لا تعتبر حشفة أصلية والخنثة المشكل من لا يعلم أذكر هو أم أنثى لأن له آلة ذكر وله آلة أنثى ويبول منهما فلم يتميز قوله وفي فرج أصلي في فرج أصلي احتراز من فرج الخنثة المشكل فإنه لا يعتبر فرج أصلي فإذا غيب الإنسان حشفته الأصلية في فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل وهذا صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس فنجد أن الزوجين قد يحصل منهما هذا الشيء ولا يخرج منهما شيء فلا يغتسلان وهذا خطأ فإذا غيب حشفته الأصلية في فرج أصلي وجب عليه الغسل وإن لم ينزل والله أعلم وأحكم